السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية توزيع الطعام في المنام فتابع معنا رؤية شخص في منامه أنه يقوم بتوزيع الطعام يدل هذا على زوال الهموم والمشاكل وعلى الأعمال الصالحة كما تدل رؤية توزيع الطعام على صدقات للأيتام ويدل على التوبة والتمسك بالدين تفسير رؤية توزيع الطعام في المنام للعزباء إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بتوزيع الطعام للمساكين والأيتام فيدل ذلك على زواجها القريب وعقد القران كذلك تدل رؤية توزيع الطعام في منام العزباء على زوال همومها وعلى المكاسب الذي سوف تحصل عليها من عملها كما أن توزيع الطعام الفاسد أو إلقاء في الكمامة يدل على سوء معاملة الفتاة خطبها أو حبيبها وعلى عدم طاعة الأهل وقد تدل رؤية توزيع الطعام في المنام على التحقها بعمل جديد وشيك وزوال أحزنها بعد القرب وفرجها بعد الحزن تفسير رؤية توزيع الطعام في المنام للمتزوجة إذا رأت المتزوجة في منامها أنها تقوم بتوزيع الطعام وتقطيعه فيدل هذا على زوال همومها والخلافات بينها وبين زوجها كذلك تدل رؤية توزيع الطعام لأولادها في المنام على تفوقهم ونجحهم في الدراسة ويدل على الالتزام بالصلاة والعبادة كذلك تدل رؤية الطعام الفاسد في المنام على خيانة زوجها لها مع أحد أصدقائها وعلى الخداع الذي سوف تتلقى في حياتها والله أعلى وأعلم تفسير رؤية توزيع الطعام في المنام للرجل إذا رأى الرجل في منامه أن شخص يوزع الطعام عليه فيدل هذا على الرزق الكثير والمنصب الكبير الذي سيناله كذلك إذا رأى الرجل العازف في منامه أنه يقوم بتوزيع الطعام فيدل ذلك على زواجه القريب من الفتاة التي يحبها ويدل رؤية الطعام في منام الرجل على زوال المصائب والهموم وعلى التحاق الرائي بوظيفة جديدة أو يربح من تجارته تفسير رؤية توزيع الطعام على روح الميت إذا رأى شخص في منامه أنه يقوم بتوزيع الطعام على روح ميت من أقاربه فيدل ذلك على قسرة المعاصي الذي يفعلها هذا الشاب كذلك تدل رؤية توزيع الطعام الفاسد على روح شخص غريب على خداع الرأي من أقرب الناس إليه تفسير حلم توزيع الطعام على الضيوف يدل على بشائر خير وسعادة وعمومة الأفراح على ديار الرأي تفسير حلم توزيع الطعام في العزاء رؤية الشخص نفسه بالمنام يقوم بتوزيع الطعام على ناس وكان في عزاء شخص لا يعرفه فهذا يدل على قرب الأفراح كذلك فأن رؤية توزيع الطعام في العزاء في المنام هي بشارة بالخير والسعادة وهي دل على إنهاء الأحزان والهموم كما تعتبر رؤية توزيع الرأي الطعام على الناس في عزاء شخص معروف على تحقيق الأمنيات والأهداف في حياته تفسير رؤية توزيع الأكل في المسجد رؤية توزيع الأكل في المسجد من الرؤى المحمودة التي تدل على صلاح صاحب الرؤية وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء